بسم الله الرحمن الرحيم اخر موضوع كنا بدأنا فيه اللي هو هناخد القرارات الاستراتيجية من القرارات الاستراتيجية التسويق الدولي الدولي ابرز مؤشرات هذا ثاني حاجة قرار تحديد الاسواق طريقة ثانية لطريقة الانكماش او التقلص القرار الثالث قرار تحديد الفور بيز مش هطول فيه ونحن هننتج خدمة بنضيف كمان ثلاثة بيز اللي هو المزيج اللي بيعتمد على العميل فتحولت الفور بيز الى فور سيف فتلالي تعالوا نروح بقى للمجال التالت اللي هو مجال مفهوم ادارة الموارد البشرية هل مفهوم ادارة الموارد البشرية الفرق بين الدور التقليدي والدور الاستراتيجي كأننا بنفرق ما بين ادارة شؤون العاملين وادارة الموارد البشرية يبقى القرارات والمهام الاساسية لادارة الموارد استراتيجية ادارة اداء الموارد البشرية في بعض المفاهيم بقى الاساسية هنا عايزين هل في فرق بين معايير الاداء وفياس الاداء الاساسية بين هذه المصطلحات فعندك معايير الاداء ادارة الاداء نفسها وعندنا ثلاث نقط اساسية بالنسبة لمحددات الاداء قلنا في محددات خاصة بالفرق بالنسبة لأساليب التأثير في كفاءة الاداء اول حاجة عندنا هتبقى التعامل مع صفات الفرد يعني عايزين نعدل في ايه ونعدل في ايه ونعدل في ايه هنعدل للقدرات وهنعدل للرغبات وهنعدل التركيبة النفسية وهنعدل التركيبة الاجتماعية ده اللي احنا عايزين نعدله نزود القدرات نزود الرغبة نحسن نفسية الموظف عشان يقدر يؤدي نعدل الوسط الاجتماعي اللي هو عايش فيه سواء من حيث الزملاء او علاقات العمل او 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 ايه الادوات اللي احنا نقدر نستخدمها بقى عشان نقدر نعدل الكلام ده ونقصر فيه كفاءة الاداء تعالوا نشوف مثلا الحواتف او المزايا اللي بنتديها او المغريات اللي بنتديها للموظف دي هتؤثر في حاجته هتعدل في الرغبات وتحسل رغبة الموظف وكمان هتعدل في تركيبته النفسي تعالوا نشوف اداة تانية ده كل ده على سبيل المثال نحن نختار الموظف كويس وننطقيه تبقى لمعايير معينة ندربه نكسبه مهارات معينة كل ده هيؤثر في ايه في تعديل القدرات بتاعته وتعسين وتنمية هذه القدرات تعالوا نشوف اداة تانية الخدمات او المزايا اللي احنا بنقديها للموظف تعالوا نشوف ازاي هنتعامل مع بيئة العمل او المنظمة عايزين نعدل ايه نعدل في علاقات العمل في الواجبات والمسؤوليات في الصلاحيات في عبء العمل في دورة العمل في فريق العمل في قواعد العمل في مقابل العمل في مكان العمل نعايزين نعدل ايه بالزبط تمام علاقات العمل دي اللي بيعكسها الهيكل للتنظيم الواجبات والمسؤوليات المهام اللي انا بديها للفرد ومسؤولياته يعني الاختصاصة فتعديل للصلاحيات او السلطات تعديل عبء العمل يعني كم العمل اللي انا بديه للموظف تعديل دورة العمل اي عمل في الدنيا له بداية ولو نهاية يبقى دورة العمل دي بتاخد وقت قد ايه فريق العمل ده التكوين الفريق لازم يكون منسجم لازم يكون مترابط لازم يكون فيه تنصيق بينهم فبنعدل فرق العمل تعديل قواعد العمل اللي هي اللوايح والقوانين والكلام ده تعديل في المقابل العمل اللي هي الاجور والمكافئات والمزايا تعديل في مكان العمل اللي هو التنظيم الداخلي للمكاتب وهكذا طب ايه بقى الادوات اللي انا اقدر استخدمها عشان اعمل كل هذه التعديلات تعالوا نشوف على برضك تبيل النساء اعادة التنظيم هيؤثر فيه تعديل علاقات العمل عادة توصيف الوظائف هيؤثر فيه ادارة الاداء زي ما قلنا كلمة ادارة الاداء بتشتغل بمعنى ان ادارة الاداء هي اداء تخطيطية تعالوا نشوف بقى التعارض اللي ممكن يحصل ما بين اهداف المنظمة واهداف الفيديو